قالت وكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا أن النساء في غزة يتحملن عواقب الحرب وقد قتل ما لا يقل عن تسعة آلاف امرأة حتى الآن فيما لا يزال الكثير منهن تحت الأنقاض فيما أكد المفوض العام لوكالة الأنروا فيليب لازاريني في يوم المرأة العالمي أن النساء في غزة ما زلنا يتحملن عواقب هذه الحرب الوحشية كيف كانت المرأة الضحية الأساسية للحرب في غزة لماذا هذه الأعداد المرتفعة للضحايا والمتضررات وكيف كانت المرأة هي الأكثر تأثرا بأحداث السابع من أكتوبر في اليوم العالمي للمرأة تتجه الأنظار للأوضاع المأساوية التي تعيشها المرأة في قطاع غزة والتي باتت تتحمل وطأة ويلات الحرب وتداعياتها من تهجير ونسوح وتشريد في ظروف كارثية تنعدم فيها أدنى مقومات الحياة بالتزامن مع دخول الحرب شهرها السادس فقد أظهرت إحصاءات وزارة الصحة في القطاع أن تسعة آلاف إمرأة قتلنا من إجمالي نحو واحد وثلاثين ألفاً منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي فيما لا يزال الكثير منهن تحت الأنقاض كما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 75% من إجمالي عدد الجرح من الإناث وأن النساء والأطفال شكلوا ما نسبته 70% من المفقودين في غزة فضلاً عن اضطرار قرابة مليوني شخص للنزوح من أماكن سكناهم نصفهم تقريباً من النساء وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة فإن نحو ستين ألف سيدة حامل في القطاع يعانين من سوء التغذية والجفاف وانعدام الرعاية الصحية المناسبة مشيرة إلى أن خمسة آلاف سيدة حامل في القطاع يلدن شهرياً في ظروف قاسية وغير آمنة وغير صحية نتيجة القصف والتشريد وإذ نددت الوزارة بما سمته صمت المجتمع الدولي إذا ما تتعرض له النساء في قطاع غزة فقد طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل الفوري لوقف ما تتعرض له النساء هناك ودعم الاحتياجات المعيشية والصحية والنفسية والاجتماعية لهم معنا من القاهرة مريم أيوب الإعلامية والنشطة الفلسطينية أهلاً ومرحباً بك أستاذة مريم في يومها في يوم المرأة العالمي لا بد أن نسأل عن وضع المرأة ونحدد الآن الوضع للنساء الفلسطينيات كيف حالهم ولماذا هن الضحية الأكبر نتيجة لهذه الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر والرقم وصل إلى تسعة آلاف امرأة قتلت في هذه الحرب أولاً مساء الخير عليكم كل عام ونساء العالم بخير كل عام ونساء فلسطين بخير اليوم هو يوم المرأة العالمي يفترض أن يكون يوم لتعزيز دصور المرأة وصمودها ولكن للأسف المؤسسات الحقوقية تغض الطرف عن المرأة الفلسطينية لا تراها نهائياً ما نجدها على أرض الواقع مأساة كارثة إنسانية بحتها نتحدث عن 70% من الشهداء فلسطينيين نساء نتحدث عن أمهات عن مناضلات لا نعلم كيف نشرح هذا كله وكان لدينا ستة شهور كافية لشرح ما تعانيه المرأة من كوارث تحدث لها يومياً في قطاع غزة هل دفعتها الثمن الأكبر؟ مريم هل هي التي دفعت الثمن الأكبر نتيجة بهذه الحرب؟ المرأة الفلسطينية هي التي تدفع الثمن الأكبر لهذه الحرب فالمرأة هي الأم هي الأخت هي الإبنة هي حتى في حال وجود شهداء رجال فهي تكون أرملة مسؤولة عن عائلة ومسؤولة عن أسر اليوم لا يوجد أي إمكانيات ولا أي مقومة الحياة في قطاع غزة نناشد ونطالب يومياً ونطالب حقوق الإنسان ونطالب العالم بإيقاف الحرب اليوم لا نريد أن نشرح فقط ما تعانيه المرأة فيوجد لدينا ما يكفي من دلائل على جرائم الاحتلال وما يقوم به في القطاع اليوم نريد فقط حلول تنقذ المرأة وتنقذ المواطد الفلسطيني مما يحدث له ابقى معنا لو سمحت مريم الآن نذهب إلى القدس إلى لورا وارتون مستشارة في مجلس بلدية القدس أهلاً ومرحباً بكي لورا أيضاً بالنسبة للمرأة الإسرائيلية في يوم البرأة العالمي هل هي التي دفعت الثمن الأكبر في يوم السابع من أكتوبر كيف حالها نعم أعتقد أنه من المهم عندما نتكلم عن ما حصل منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول نتكلم عن هذا اليوم الذي بدأت فيه الحرب بعملية مجزرة ضد النساء والرجال والأولاد الفلسطينيين على يد مقاتل حماس ونحن نعرف وهذا ما أكدته الأمم المتحدة أن النساء ذبحت ولكن بعضهن اغتصبت قبل ذلك و134 إسرائيلي ما زالوا محتجزين في إسرائيل وهم من المدنيين والمرأة تعمل بطريقة غير إنسانية وتعاني من الاعتداءات الجنسية وأنا أتعاطف مع كل الذين يعانون من جراء هذه الحرب ولكن المجتمع المدني يجدر أن يكون واضحا حول من بدأ بهذه الحرب والإشارة إلى أن المرأة الإسرائيلية التي أخذت أو النساء اللواتي أخذنا كرهاء يعانينا الآن من الاعتداءات المختلفة ولابد من التأكد من وضعهم الصحي وإعطائهم الأدوية الضرورية من جهة أخرى هناك مأساة تعاني منها المرأة في غزة مأساة أن تكون حماس قد أوقفت المفاوضات الآيلة إلى إنهاء هذه الحرب وهذا ما أريده أنا شخصيا بما فيه نزع السلاح عن المنطقة وكذلك جوابا عن السؤال لماذا المرأة تعاني أكثر من غيرها لأن حماس تأخذ كل المساعدات الدولية التي تصل إلى غزة بدل مساعدة الناس في غزة على تطوير حياتهم والاستثمار في البناء التحتية وحمايتهم وتحسين حياتهم اليومية قادة حماس في الخارج في فنادق قطر يقررون أن الرجال المقاتلين لدى حماس هم الذين يختبئون في الأنفاق والنساء والأطفال هم على السطح يعانون من ويلات الحرب وأنا أتعاطف مع كل شخص يعاني من هذه الحرب كل شخص لم يكن مسؤولا عن هجوم حماس المجتمع الدولي يجدر أن يدرك أن سبب معاناة النساء هو أن الرجال يختبئون تحت الأرض نعم سوف نعود إليك ونواصل هذا الحوار نعم ابقي معنا لو سمحت لورا وارتون سوف نعود إليك ونواصل معك هذا الحوار تتجه الأنظار للأوضاع المأساوية التي تعيشها النساء في غزة مع استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية مع نقص مقاومات الحياة والاضطرار إلى النزوح أو إعالة الأسر وحماية الأطفال لا تجد آية أبو صافي النازحة إلى رفح جنوب هناك عضل تقني في هذا التقرير لربما نقوم ببثه لاحقا مشاهدين الآن نعود مرة أخرى إلى ضيفتنا من القاهرة مريم أيوب الإعلامية والناشطة الفلسطينية أهلا بك مريم مرة أخرى كنت تحدثت عن وجود القوانين وبطبيعة الحال الأمم المتحدة أصدرت الكثير من القوانين ولكن ما الذي تؤكد على حماية حقوق المرأة ما الذي يمنع تطبيق هكذا قرارات وهكذا قوانين لها علاقة بحماية المرأة خاصة في زمن الحروب وما تتعرض له من اختطاف ومن اغتصاب ومن مساومة أيضا لا أرى أن هناك شيء يمنع تطبيق هذه القوانين هو الضوء الأخضر المتاح للاحتلال الإسرائيلي لممارسة كافة الجرائم ضد الشعب الفلسطيني أنا سأنسحب من المقابلة لأني أبلغت الإعداد بعدم موافقتي على منقشتي هكذا موضوع أمام أي شخص مريم نحن فصلنا هاتين المقابلتين تماما أنا غير مهيئة مريم نحن فصلنا المقابلتين تماما أنا غير مهيئة أنا غير مهيئة لهكذا نقاش أنا فصلنا تماما المقابلتين أنا غير مهيئة لهذا النقاش للدفاع أنا غير مهيئة للدفاع لدفاع. أنا لا أطلب منك أن تدافع. أنا أناقش معك أفكارا. انسحابك من هذه المقابلة يعني أن كل المبررات سوف تقدم من الطرف الآخر. وأنت قادرة أن تقدمي وجهة نظرك. ونحن فصلنا المقابلتين إذا سمحت. ليس هناك مقابلة مشترة بينكما. أنا سأضطر إلى الرد على ما سمعت. لأننا من طبيعة الحال. لما نسمع حكي. من حقنا أننا نرد. لو كانت حماس قامت بهذه الحرب. سواء كنت معها أو كنت ضدها. نحن محتلون من قبل مدة 75 عام. شو عملت إسرائيل؟ شو عملت خلال 75 عام؟ كم حرب مارست ضد الفلسطينيين؟ كم عدد القتلى في سنة 2012-2014 على مدار أربع حروب قبل الحرب الحالية في أكتوبر؟ لو نرد على حروب إسرائيل وجرائمها. صبرة وشاتيلة. ومنذ أيام النكبة وأيام النكسة. وشو عملت ببيروت؟ وشو عملت بكل مكان إسرائيل؟. اليوم صرنا بس بنا نشوف شو بتعمل حماس؟. اليوم صرنا بنا نشوف بس وين إحنا؟ أو شو وضع مين اللي كان السبب بهذه الحرب؟. الجرائم اللي بتحدث بقطاع غزة بالوقت الحالي ضد الأطفال وضد النساء وضد المواطنين باختلاف جنسيتهم. سواء جنسياتهم. سواء رجال أو نساء غير مبررة. اللي بيحصل اليوم بقطاع غزة عبارة عن إبادة جماعية. تحدث تجاه المدنيين فقط. لو نشوف شو سبب لماذا تقوم لماذا يكون عدد الضحايا من النساء أكثر من الرجال. لأن المستهدف الرئيسي في هذه الحرب هو المدنيين فقط. حسب الإحصائات التي تنقلها الولايات المتحدة. والتي تنقلها الأنر. وينقلها جميع الحقوقيين العالميين. وليس العرب. فلماذا نحن إلى متى سنبقى نعطي المبرر بإبادة المواطنين الفلسطينيين. فقط لأن حماس قامت بهذا العمل. إلى متى؟ سهل سنبقى نعاقب للعمر كله. سنضل طول السنين. كمان ستة شهور. وكمان ستة سنين. وكمان مئة سنة. يعاقب المواطن الفلسطيني فقط. لأن حماس قامت بهذا الجرم؟ نعم. شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا. مريم أيوب. الإعلامية والناشطة الفلسطينية. الآن نعود مرة أخرى إلى ضيفتنا من القدس لورا. وارتون. مستشارة في مجلس بلدية القدس لورا. هل يمكن أن تتعاطف المرأة مع المرأة؟ في مثل هكذا ظروف. في مثل هكذا حروب. وهي تشاهد أن هناك امرأة أخرى. وإن كانت من الطرف الآخر تقتل. يقتل ابنها. وتغتصب. وتختطف. نعم. من دون شك. وأنا كامرأة داعمة لحقوق المرأة. وداعمة للسلام مناشطة في مجال السلام. أسف إلى أن تكون المنظمات الإنسانية اتخذت كل هذا الوقت قبل أن تندد بهذه الانتهاكات. والاعتداءات ضد المرأة التي قامت بها حماس. ونعرف أن هناك نساء معتقلات تعذبنا على يد حماس. غالبيات الإسرائيليين يدعمون اتفاقاً لتبادل الرهاء بالسجناء لإنهاء هذه المأساة. ولكن للأسف حماس ترفض ذلك. إسرائيل اتخذت خطوة مهمة عندما طلبت من سكان غزة بمغادرة المناطق الشمالية لمواجهة حماس فقط. مأساة ما يحصل في غزة. وأنا أندد بما يحصل. ولكن يجدر أن نكون واضحين. إسرائيل لم تبدأ الحرب. إسرائيل لا تستهدف المرأة بأي طريقة. غير أن حماس تحمي فقط رجالها ومقاتليها تحت الأرض. ولا تهتم بتاتاً لتأمين سلامة المدنيين. أو حتى توزيع المساعدات الغذائية التي تحصل عليها على المواطنين في غزة. جزيلاً لك. نعم واضح وصلت الفكرة. شكراً جزيلاً لك. من قدس دورة وارتون مستشارة في مجلس بلدية القدس. شكراً لك.